اهلا بكم في حلقة جديدة من linear control systems engineering هنستطنظم التحكم الخطي في حلقة النهاردة هناخد ازاي قرس من root locust لل positive feedback system وهناخد مسارة على الكلام ده بالقواعد بتاعتي لو عندي system بالشكل ده هنا هنلقى feedback عندي positive وهنا feedback negative في الحقيقة ما اقدرش احكم على ال system عندي positive feedback ولا negative feedback من الفيدباك اللي هنا دي فيه شرطين او فيه 2 condition عشان اقدر احكم على ال over all system عندي positive ولا negative اول حاجة في الشرطين دولة اول حاجة بجيب gh gh يعني بجيب open loop transfer function عندي يعني بضرب كل transfer function الموجودة في اللوب في بعض وبالتالي هيبقى gh عندي ده open loop بعد ما انا اضربها هحصل على transfer function اجدك كل معاملات S لو كان من الاقواس من الدرجه الاول popped بجيب المعاملات طب لو قلتلي فيه معامل هيتبقى سالب داخل cozy لكن في القوس لاخدتالي ب Sprach buck بجيب لازم كل معاملات S التي ليس juste في اقواس من الدرجه الاوله تم마� شرطينy're okay طيب لو عندي S تكعيب يبقى معامل S تكعيب بيبقى موجب يبقى دائما معاملات اعلى باور في كل كوس منهم يبقى بالموجب وفي النهاية هاخد اشارة محصلة الاشارة المحصلة دي هنسيبها للكي يبقى هقول الكي هي الاشارة النهائية اللي طلعت من transfer function اللي هي بتاعت GH فبالتالي هحكم على system positive feedback عندي ولا negative يبقى عندي على اتنين condition اول حاجة شرط الكي الاشارة بتاعت الكي نفسها واشارة الفيدباك اللي هنا وبالتالي system اقدر اقول عليه negative feedback امتى لما تبقى اشارة الفيدباك عندي تبقى negative تبقى هنا negative والكي اللي جاية من open loop هنا تبقى positive عشان هضرب positive في negative يطلع negative يبقى وقتها اقول ان system ده negative feedback الكلام ده مهمة في رسم الroot لوكس عندي او ممكن السيستم يبقى عندي positive feedback والكي بين السالب والكي عندي بالسالب يبقى system ده يبقى negative feedback لاني negative K هضربها في positive feedback انا باخد الاشارة يعني بضرب الاشارة هنا في الاشارة هنا يبقى اضرب اشارة الكي في الاشارة السهم اللي راجع بتاع feedback لو ضرب الاشارتين وطلع بالسالب يبقى ده اقول عليه negative feedback system over all تمام؟ يبقى هيبقى الاشارتين مختلفين يبقى الفيدباك بالسالب والكي بالبوزطيف يبقى كده negative feedback او الكي نيجاتيف والفيدباك عندي بالبوزطيف يعني الفيدباك هنا بالبوزطيف والكي اللي جاي من هنا عبارة عن negative لو مضرب الاتنين في بعد يطلع negative feedback system over all وفي نفس التوقيت عندي هنا negative feedback في الحتة دي ازي يا بش مهندس ده negative feedback وتقولي السيستم كله positive feedback اه لاني ممكن الكي اللي جاي من الابل لوب التنصفية الفانكشن اللي هي GFH تطلع negative فاضرب اشارتها الكي اللي هي negative في negative feedback يعني السيستم اصلا positive او ممكن تبقى الكي بوزطيف زي ما هي والفيدباك بوزطيف يعني هنا يبقى الفيدباك بوزطيف والكي اللي من الابل لوب اللي هي GFH الكي بتاعتها تطلع عندي positive يبقى بوزطيف بوزطيف يبقى عندي positive feedback اه النهاردة هنشتغل على positive feedback زي ما قلنا ليه حالتين الحالة الاولى ان عندي هنا positive feedback والكي اللي جاي من GH عبارة عن positive او عندي feedback هنا negative والكي اللي جاي من هنا تبقى negative عشان negative في negative يطلع positive feedback over all system في النهاية عشان اتعامل مع GH عندي او اتعامل مع positive feedback system over all اجيب الGH والGH قلنا هتطلع على الاشارة بعد ما اطلع الاشارة بتاعت الكيه هتقدر تحكم على system negative positive بعد كده بعد كده هلغي الاشارة بتاعت الGH الكلام اللي بقوله ده هتضح في المثال هلغي الاشارة بتاعت الGH واتعامل مع الGH كأنها positive عادي خالص وهبتدي وقتها اطبق عندي من المثال المثال بتسوي على واحد ناقص خلي بالك ناقص لان انا هتكلم على positive feedback مش positive feedback على الرسم ما هممكن ده يبقى positive feedback هنا negative feedback بس overall system هيبقى positive هنا هيبقى G على واحد ناقص هتقولي يا بشمهندس هنا في ناقص هقولك لا overall عشان الكين negative وعندي هنا negative feedback يبقى السيستم ده هتعامل معها كأنه positive تبقى القانون واحد ناقص عشان هيبقى هتعامل مع الاشارة عكسها هي سلبة لا بس هتعامل معها كأنها مجابة لانه قلنا ان الفيدباك سالب والك سلب وبالتالي حصل ضرب اثنين positive يبقى السيستم هيبقى positive feedback هيبقى واحد ناقص الجي في الGH ولازم الجي في الGH سيات تجدية تكون تخلصت من اشارة من قبل كده يعني الجي اتش تبقى مجابة هتقولي طب انا جابها فوق فيها اشارة البلاء تبغيه لانه نخطي الاشارة مع الK وبالتالي ان انا باخد المقام بسوي 0 الكلام ده هتضح بالمثال اللي جاي مثال عندنا transfer function بالشكل كده وعندي هنا negative feedback طب هل السيستم ده over all negative feedback ولا positive تعال مع بعض الاول نجيب الGH الGH عندي بواحد والGH طلعت بالمعادلة دي اضرب الGH الاول لما تضرب هتلقى هنا K1-S S-2S-4 لازم اخلي معاملات حصل الضرب دائما مجابة هنا معامل S موجب معامل S هنا سالب يبقى لازم اخد سالب من القوس ده طب لو في اكتر من قوس كل قوس اخد منهم سالب وفي النهاية من بره هدين المحصلة وقتها عرف المحصلة ايه مجابة وسالب يبقى اخد سالب من جميع الاقواس اللي فيها المعاملات سالبة هناخد سالب عندي قوس واحد الاول اللي هاخد منه سالب اخد السالب برا يبقى السالب S الواحد هاخد منها السالب تبقى سالب واحد عشان تتأكد من حالك يضرب السالب تاني يطلع القوس الاصل وقتها معاملات ال GH هنا دائما مجابة السالب خلتها مع ال K يبقى عندي negative K negative Gain وعندي negative في الفيدباك يبقى سالب في سالب هاخد اموجب يبقى السيستم ده بوضط في فيدباك يبقى السيستم اللي عندي ده عبارة عن positive feedback اول ما عرفت انها بوضط في فيتباك يبقى الغي الاشارة من GH يبقى GH هتعامل معها معاملة ان انا الغي الاشارة الكلام ده في الاناليسس فقط فى الحل الرياضي لكن في المتلاب بعد أن ألغي الإشارة بيعندي الابل لوب بالشكل ده يبقى وقتها أقدر أطبق الـ Close the Lobe Transfer Function الخاصة بـ الـ Positive Feedback يبقى المقام يبقى 1 ناقش GH وبالتالي الكاركتوريستيك تبقى 1 ناقش GH يبقى هروح لـ Step 1 Step 1 كنت بعمل إيه؟ كنت بجيب الـ GH اللي هي اوبل لوب وبجيب البولز والزيروس بتاعت الـ GH خلي بالك الـ GH عبارة عن الابل لوب يبقى بجيب الزيروس والبولز الخاصة بالـ GH وأعملها تسقيق أو أرسمها في الـ SL أدي الـ DH خلي بالك أن ألغي الإشارة الإشارة قلنا بتطريقة أول حاجة ناخد الزيروس الزيروس بتاعت البسطة بسوي البسط بـ Zero عندي قوس واحد يعني M بتسوي واحد يعني عددهم واحد عدد الزيروس واهتهى الـ S بتسوي واحد دي S واحد خاصة بالـ Zero هروح للمقام بيسوي Zero عندي قوسين يبقى البولز عندي قوسين بس يعني إيه؟ N بتسويتني ممكن يبقى قوس من الدرجة الثانية مش عدد الأقواس N دي مش عدد الأقواس لا الـ N معناها أعلى باور للـ S في المقام فبالتالي S في S S تربيع دي أعلى باور يبقى عندي بـ 2 هاخد الأقواس دي أسويها بـ Zero يبقى عندي S بسلب 2 و S بسلب 4 دي البولز الزيروس على رسمي برسمها على هيئة دايرة البولز برسمها على هيئة X هروح نرسم زي ما انت شايف عملت تسقيق الـ S واحد عندي بواحد هنا دا 0 يبقى دايرة والـ 2 دول بولز ناحية الشمال هروح لـ S2 ستب 2 ان انا بوقع عن روت لوكي على الرسم على الريال X بعمل ايه؟ في حالة ان انا شغال بصغط في feedback بصغط في feedback باجي من ناحية اليمين ارسم خط من ناحية اليمين لغاية ما يقابلني 0 أو بول خلي بالك برسم على الريال الرسم التاع بيبقى عن الريال باجي ناحية اليمين ارسم خط خط مباشرة يعني ابدأ بروت لوكي لغاية ما يقابلني بول أو 0 ما يقابلنيش حاجة لمالا هيبقى الخط كله روت لوكي كله روت لوكي الموضوع مع كوس مع الـ الـ تمام؟ يبقى اجي هنا من ناحية اليمين ابدأ بروت لوكي لغاية ما يقابلني بول أو 0 لو ما قابلنيش هيبقى الخط كله عندك دا عبارة عن روت لوكي هنا الـ لو كان فيه كوندي جيت بول أو 0 مش باخدها في الحسبان مش بوصلها اصلا نبدأ من ناحية اليمين عندي لغاية مين سأبتدي الآن اوصل لأول شيء سواء نقابلني zero او Weise ليهمنيش المنطقة اللي بعدها مفيش يبرد اني أوصلت هنا المنطقة اللي بعدها لا هيقابلني بعد كده أو zero ضي بيبقى عنده الكي بزيرو الكي عنده بملا نهاية استيب ثلاثة بجيب ال number of branches ال number of branches هي maximum N و M عند ال N بثنين و M بواحد الماكسيمم بثنين يبقى عندي اثنين branches يعني عدد البرانشات الحقيقية اللي هرسم بيها اللي هتروح لما لا نهاية عبارة عن اثنين نروح ل استيب بربعة بجيب ال Asymptots بتاعت ال Root Locate ال Asymptots بتاعتها عبارة عن line اللي بتروح لما لا نهاية اول حاجة العدد بتاعهم عبارة عن N ناقص M ال N عندي بثنين وال M بواحد يطلع عندي ال Asymptots واحد كلمة Asymptots بواحد يعني عدد ال lines ال lines خلي بقى لك مستقيمات عبارة عن عددهم واحد والمستقيمات دي بتروح لما لا نهاية بعد كده هجيب مين ال Intersection was real X real X ال Intersection المستقيمات دي عشان ترسمها محتاج لها نقطة النقطة دي بقى تجيب مجموعة Bulls ناقص مجموعة zeros على N و ناقص M انا حطتلك هنا كده عندي 0 عند 1 وعندي Bulls عندي سلب 2 و سلب 4 يبدأ هجمع كده هفتح قصين هفتح قص ناقص قص تاني القص العشمال ده فيه البولز البولز مجموحهم ايه سلب 2 و سلب 4 بجمعهم باشارتهم بجمع يبدأ سلب 2 و سلب 4 ناقص بين القصين التانيين هحط هنا zeros الزيروس بجمعهم باشارتهم داخل الاقواس بجمعهم باشارتهم عندي واحد احطها زي ما هي هقسم على N ناقص M بواحد تطلع القيمة دي عبارة عن سلب 7 هي دي النقطة اللي هرسم منها المستقيمات محتاج الزوايا عشان هرسم المستقيمات الزوايا قانون الزوايا مختلف هنا برضو plus minus 360K على N N ناقص M القانون هنا مختلف تماما على النيجاتف هبتدي اعوض عندي K بزيرو هتطلع Alpha عندي 360 في زيرو على اي حاجة هتبقى بزيرو plus minus zero أصلا انت عايز ايه انا عايز كم زاوية انت عندك واحد اسم بطوط line واحد يبتدي انا بحتاج زاوية واحد هي بقى اخد zero بس انت عايز هيطلع عندي zero وزيرو cose then انت احقق إعوضك太 قلنا انتِ وقفك عدد الاسم بطوط line واحد لابني اخد زاوية واحد عدد الاسم بطوط line 3 اكت بترات زوايا ويبط أาง到 Six to Six to Six ثلاثتي تلاثة زوايا فردي سوف أول زاوايا مجاب السالبة ثالثة criticism هنروح بعد كده لرسم الاسيموتوس عندي اول حاجة سقط الدلتا احنا قلنا الاسليد الفاتي الدلتا فين بسلب سبعة هسقط الدلتا على الرسم في اي مكان اين كان هتطلع فين همثلها تطلع سلب واحد عند سلب سبعة دلتا قلنا الزاوية بتاعت المستقيم زيرو زيرو يعني هو خط الريال اكس عندي زيرو طب لو ستين بالموجب يبقى تيجري في عكسها قارب الساعة تعمل نقطة وتوصل والعكس بالنسبة للتاني لو انا هقيس زاوية سالبة تبقى في اتجاهها قارب الساعة زي ما قلنا قبل كده وبالتالي دي الرسمة عندنا وطبعا انا مش هرسم الخط هنا عشان ما يبقاش فيه تداخل معروض لوكي واطلخبه هنروح بعد كده لستيب اربع هنحدد البريك اوي والبريك ان بوينت بجيبها ازاي من دلتا كي على دلتا اس اه ما تنساش هستدعل جي اتش عندي الابن لوب انا شغال بوزة تبقى واحد ناقص وباكد تاني ناقص جي اتش بس الجي اتش انهي الجي اتش اللي لغيت منها الاشارة يبقى الجي اتش اللي انت لغيت منها الاشارة بيساوي زيرو هبتدي اعوض يبقى واحد ناقص الجي اتش عندي عوضت عنها بيساوي زيرو هبتدي هنا اقول اوحد مقامات يبقى المقام في واحد ناقص ده ده البسط على المقام بيساوي زيرو مباشرة هنا قلنا احنا اخذ المقام هدرب البسطة في الاشارة دي يبقى المقام ناقص البسط تبقى كده المقام ناقص البسط يبقى قد المقام فكيته ناقص الكي في البسطة هي بيساوي زيو طبعا انت ما تفكش الكي في القوس هنا ليه انا عايز كي الوحدة انا عايز كي في الطرف الوحدة ما تفكهاش عشان اودي مينس كي في القوس الناحية التانية تبقى بلاس كي في القوس بيساوي ده يبقى ال K ستفق بهذا الشكل على القوص اللي كان مضروف في ال K ستطلع عندي ال K بالشكل هذا هافاضلها طبعاً التفاضل سيكون المقام تربيع المقام في مشتقه البصق نقص البصط في مشتقه المقام في النهاية ستطلع بالشكل هذا التفاضل ده لازم بيساوي 0 من اللي بيساوي 0؟ أخد البصط فقط هو اللي بيساوي 0 البصط عندنا سناخده بيساوي 0 سنحلل ال S تربيع سيطلع عندي قيمتين القيمة S1 و S2 S1 بيطلع بسالب 2 تقريباً 8 من 10 نبص على الرسم سالب 2 و 8 من 10 هنا هل تقع على الروت لوكي؟ آه يبقى مقبول يبقى DT able صح S2 طلع بـ 4 و 8 من 10 4 و 8 من 10 فين؟ آه ده أقصى اليمين خلي بالك أقصى اليمين 4 و 8 من 10 هنا هنا يعني أقصى اليمين وبالتالي هتبقى مقبولة لأنها وقع على الروت لوكي يبقى بالتالي النقطة دي والنقطة دي مقبولين وقعين على الروت لوكي وقتها هيا سقط النقطتين يبقى هتسقط النقطة الأولى وهي واقعة الروت لوكي عندي أول ما شوفها واقع بين 2 بول يبقى معروفين انها بريقاوي طول ما واقع بين 2 بول يبقى بري prayers بريقاوي يعني ما هي passengers يعني الأسهمة تبقى طلعة منها هيحصل عنده تشتيت لو انا ب emot Supreme إذا هو التسهم من الـ المثال الـ الاتنين هتبقى ويتقابل البولي يحمق والتسهم gespannt أول المثال سيكون السهم منict مع روت لوكي لا تنسب ان المنطقة مختلفة سيكون المشكلة سيكون المشكلةεί عني فإن توجد armas قد حī arrogance فإ valair zaten atlap سوف نذهب إلى step 6 step 6 خاصة بإعجيب الزاوية الخاصة بالdebarchar والarrival الكمبليكس بولز والكمبليكس زيروس وفي المسألة أصلا ما كانش عندي كومبليكس زيروس ولا كومبليكس بولز يبقى الstep دي مش محتاجة بس لازم تعرف القوانين القوانين مختلفة تماما على النيجاتيف يعني لو عندك لازم تستغرم القوانين لو عايزة أحسب زاوية الكمبليكس بول تسمى debarchar angle اللي هي sit عشان بول هتبقى zero في القانون اللي هناك كنت بحط 180 في النيجاتيف في البوزوتيف بحط zero ناقص افتح كوز مجموعة زاوية البولز تقول ما انت هتجيب زاوية بول يبقى بجمع زاوية البولز هنا واضربها في سالب بره وبعد كده بجمع زاوية مين الزيروس هنا هنلاحظ نفس القانون اللي مستخدم مع النيجاتيف مع استبدال المية وتمين اللي كانت هناك بزيرو هنا الزاوية الخاصة بالكمبليكس زيرو اللي هي يطلق عليها زاوية الاريفال زاوية الوصول اللي هي فاي بقول عليها فاي تبقى zero ماقص مجموعة زاوية الزيروس بتجيب زاوية zero complex تبقى مجموعة زاوية الزيروس بضربها في سالب زائد مجموعة زاوية البولز عندي وقلنا في المثال عندنا هنا ده ان مافيش كومبليكس بولز ولا كومبليكس زيرو بالتالي الاستيب دي اجنورت هاحمل هنروح لستيب سبعة استيب سبعة بجيب التقاطر مع الجي اوميجا اكسس بجيب التقاطر مع الجي اوميجا اكسس وقلنا ان انا بجيبها من الكاركتوريستيك اكوشن ليواح النقل جي اتش بيسوي زيرو دي انا جيبها في استيب خمس طلعت بالشكل ده هروح اعمل ايه سبدي افك القوس عندي 6S و عندي سلبي كS اجمحها مع بعض عندي 8 سبعه في سلبي كns هي تبقى 8 ك ك SAM ده لحد المطلق جماعت كل حاجة همى تشاهدة مع بعض اخدت هنا اس عامل مشترك وده بالحد المطلق الاستخدام من راوس تابل ه Tuc سبقى معامل تربيع معامل اس معامل اس وتزيرو يعني الحد المطلق هابدع معاملها معاملها بواحد هسيب اللي بعده واخد الخد المطلق لهو ب L8 ك معامل S هيبقى عندي 6-K وبعد كده هسيب الحد المطلق في حاجة بعده لا يبقى 0 هفك المحددة دي هفكها ازاي بدرب دفدة الاول بفك المحددة بالمقلوبة بدرب دفدة ناقص دفدة وبعد كده بقى اسم على اللي هنا هيطلع على الكيمة عندك او طول ما المحددة عندك ببص على الكولوم التاني الكولوم التاني اللي هنا طول ما اخر عنصر فيه بزيرو هسقط الكيمة اللي فوق دي على طول تحت هنا تبقى 8-K تنزل هنا عشان الستابلتي لازم الكولوم الاول كله يبقى موجابة عند الواحد موجابة تمام يبقى 6-K تبقى موجابة يبقى لازم تبقى أكبر من 0 الكونديشن ده حصلت منه على الكي تبقى أقل من 6 الكي أقل من 6 هروح للحد الثاني هنا 8-K لازم تبقى موجابة برضه شرط اساسي عشان السيستيم يبقى ان كل العمود ده يبقى بزة تبقى عندي من هنا هحصل على الكي الكي هتبقى عندي هنا أقل من هنا هحصل على الكي أكبر من سلب 8 عندي سلب 8 لازم تبقى الانج يبقى من 0 ل 6 لان الكي ما تبقى بالسالح التقطع مع الجي أوميجا أكسس باخد مين؟ باخد معادلة اس تربية التقطع مع الجي أوميجا أكسس باخد معادلة الاس تربية يبقى عندي 1 اس تربية قولنا ده يبقى حد مطلق على طول زي التمانية زي تبقى هنعوض الكي بستة لان اقل من 6 ستيبل لان تساوي 6 يبقى critical يعني يبقى قطع جي أوميجا أكسس باعوض الكي بستة عندي يبقى اس تربية زائد 14 بيساوي 0 وقتها هتبقى عندي الاس تساوي بلاس مينس جي جزر 14 وزي ما قلنا هنا 8 زي الكي أكبر من 0 يبقى الكي أكبر من سلب 8 يبقى الكي أكبر من 0 وقال من 6 بجمع الشرطين دول مع بعض او الطريقة التانية ان انا بستخدم جي أوميجا بمعنى ان انا بشيل كل اس وعوض عنها بجي أوميجا وتقوم بجمع المجني ومع بعض النميجا ستعدد عن المعادلة سأخبر المجني المجني ام يستخدم 0 المجني هي المجني 6 ناقص كي يستخدم 0 ومنها الكي يستخدم 6 أو عند الامجا بتساوي z0 دي الحالة التانية هروح له��man sub 1 للمعادلة دي تساوي 0 هنبدأ주� pren معوض عن K6 هنشيل المعادلة، نعوض عن K6 تقتم 6 تقم 8 أlica com 6 تقملا الAMGB-14 دي عند More Blime عند الامجا بزيرو لو الأمجا بزيرو، تعوض يعوض هنا يقم 8 princess K 10 تطلع الكيه عندي بتسوي سالب 8 يبقى الكيه بتسوي سالب 8 وقته اوميجا ب0 الحتة دي او بزيدي مرفوضة لان الكيه ما فعاش تطلع بالسالب هنا الكيه طلع بستة وقته الامجا طلع بكيه تمام يبقى القيمة دي مقبولة يعني عند الكيه بستة حصل تقاطع مع دي اوميجا أكسس عند القيمة موجة بسالب جزره 14 وبالتالي دا التقاطع عند الكيب الثلوب و الامجا سي موجة بسالب جزره 14 ورنجي بتاعي بقى من 0 إلى 6 ستيبل بيساوي 6 ده التقاطل هبتدي عندي أرسم قلنا النقطتين دولة قلنا النقطة دي بيحصل عندها بريك أوي بريك أوي يعني بيحصل عندها تشتيت والنقطة دي بيحصل عندها بريك إن لو جينا رسمنا هتبتدي هنا اللي اتنين هيصل تداخل أو اللي اتصدموا مع بعض هيحصل تصادم هيحصل تشتيت طب التشتيت يعني بعد ما هتصدمه ده هيروح لملان ها كده لا طبعا غلط ليه لان لو افتكرت في الأسيمبوتوتس عندي الأسيمبوتوتس اللي انا جبتها قلت لك الزاوية بتبقى بزيله الزاوية بتبقى زيله وهو أسيمبوتوت واحد ايه معنى الكلام ده يعني حصل تشتيت حتى لو واحد فيه مطلع لفوق والتاني نزل لتحت لازم يرجعوا تاني يتجمعوا على المحور زيله أو عند الأسيمبوتوتس اللي زاويته زيله يعني ما ينفعش واحد كده يشتي يروح لمال نهاية في اي اتجاه كده لازم حتى لو حصل تشتيت ولف لازم تاني يرجع للمنحنة أو للأكس اللي زاويته ألفة بتسوي زيله اللي هو ده يبقى تاني هيحصل هنا تصادم زي ما انت شايف أول ما يحصل تصادم ده هيمشي كده وده هيمشي كده هيرجعوا تجمعوا في النقطة دي ليه تجمعوا في النقطة دي اجبار يتجمعوا ليه لان قلنا الزيره السهم بيبقى دخله طب هيبقى دخله جاي من فين هيبقى جاي من مالة نهاية تمام يبقى الكلام ده صح طول ما في عنده نقطة قبلها يبقى break in يبقى النقطة دي حصل عندها تجميع يبقى فيه سهم منهم هيجي كده هيروح للزيرو وفيه سهم تاني دخل على النقطة دي جاي من فين يبقى الرسم هيبقى كده وسط كده هيرجي التقطع ده واحد منهم هيكمل على الزيرو ههو والتاني هيكمل للمالة نهاية عشان يبقى عندي الأسمكتود سيزاويته زيرو وحيد تمام؟ يبقى نرجع تاني يبقى أول حاجة قلنا الأسهم من البولز تبقى طلع هالتنين هتحركوا هيحصل تصادم عند النقطة دي واحد يطلع فوق واحد يطلع تحت لازم يرجعوا وتجمع عند النقطة تاني عشان يطلقوا عند المستقيم اللي زاويته زيرو ويكملوا المالة نهاية عالية عند التصادم النقطة دي هيسهم هيطلع منها break in تجميع break in تجميع لأن الأسهم دخلة يحصل تجميع سهم يروح للزيرو وسهم يكمل المالة نهاية هيكمل لمالة نهاية الكيه وقتها بمالة نهاية وزي ما قلنا بيكمل لمالة نهاية بجاء الكيه عنده بمالة نهاية وعند الزيرو الكيه بمالة نهاية النقطتين التقاطع دي زي ما قلنا الكيه كانت بستة وهنا هتبقى جيه جزر أربعتاشر هنا سالب جيه جزر أربعتاشر وبالتالي تعال نستدعى الخطوة ثلاثة خطوة ثلاثة بتقول number of branches يسوي اثنين هل في اثنين branch عندي؟ اه تعال نبصوا كده البول ده هيبنش هنا هيتحرك لفوق هيتحرك لفوق هيجي هنا يتصابن يروح داخل على الزيرو ده يبقى الكيه يتسوي 0 كان هنا هتحرك كده الكيه تزيد واحد اثنين ثلاثة وهكذا الجاية ما توصل الكيه بمالة نهاية اول ما الكيه بيصل للمالة نهاية بقى يوصل الزيرو ده اول branch هذه branch عندي كده يبقى ال branch فيه بدأ الكيه من 0 والكيه وصلت للمالة نهاية عند الزيرو بروخ بدأت من بول وبالتهدنا البرانش当 tercer للماء لهم البول عندها عليه أن تزيد كنين هدل الوصول داختي يكمل و حيصص تصادم و يكمل لمالا نهاية عند كيف مالا نهاية البيان حدث يتم يصل لمالا نهاية Two بلد بلد لديه وはk våra اقلأ التانية للسائلERS امرأت ما لديه من هنا وعند كيف مالا نهاية تتحدث عند الكيف مالا نهاية الرسم عندما رسمناه عمالاتنا اليم piel منar نفسات طرح إذا عملت تعقن اليميل القيم زي ما احنا قلنا. وبالتالي تعالوني نشوف القيام او الرسمة طلحة زي على المثلاب. في المثلاب الai h هنا ومتتحطش الشيء اللي ل leapêmes. بتتحط الai h الاصله بتاعت الاسيستنم يعني غال الي بتحط على المثلاب القطلية بتاعت السيست psychologistsườngاد قبل ما تعمل عليها الاناليسس الاناليسس لانا عملتها دي عشان احلها رياضيا. لكن لما تيجي للمثلاب بيتتحط الجي اتش الاصلية. تعالي نمثلها يمثلها به الجلس بتشغيل d aos سأكتبها زي ما هي بس ألغي ال-K خلي بقى لك أنا شغال على Open Loop لازم ال-GH لازم ال-GH صادفة في المسالة ال-H بواحد طب لو قدك ال-G transfer function يبقى لازم تضرب ال-GH الأول وبعد كده أشتغل ال-GH عندي أد البسط على المقام زي ما هو وبأروح أقول بZMAP GH و R LOCUS GH عشان يرسم أو الطريقة الثانية إن أنا هعمل النمريتور ودي النمريتور أقواص البسط وأقواص المقام معاملات البسط عندي هتبقى إيه؟ هتبقى 1 سالب 1 غلط المعامل S يتكتب الأول يبقى هتكتب سالب 1 لأن معامل S بسالب تبقى سالب 1 ولحد المطلق 1 يديه زي ما هو أدي النمريتور عندي إن أنا أفق الأقواص هفق الأقواص عندي هابقى معامل S تربية 1 معامل S 6 معامل المطلق عندي 8 أو لو أنت مش عايز تفك الأقواص دية قلنا في أمر اسمه CONV على المثلاب بيدرب الأقواص في بعض الأقواص الأول من درجة الأولى يبقى هتبقى هتبقى معامل S وبعد كده لحد المطلق سالب 4 يبقى معامل S و الحد المطلق هناك أقواص عندي في أقواص خاصة بالمصفوفة وبعد كده بين الاتنين بأعمل كومة وبعد كده قوس عادي وقدامها الأمر CONV وبالتالي المثلاب هتضربها دي يبقى استخدم هذا أو هذا وبالتالي ترانسفير فانكشن عندي عبارة عن الباست والمقام هسميها GH و أعطيها أقول بيزي ماب GH اللي انت حصلت عليها أو بيزي ماب نوموريتور دي نوموريتور اللي هي الباست والمقام مباشرة لما انت تجيب ترانسفير فانكشن عندي RLOCUS عندي GH اللي أنا حصلت عليها أو RLOCUS نوموريتور دي نوموريتور مباشرة يريد تنفذوا الأوامر دي على المثلاب وتعملوا تشيك عشان تشوفوا الرسم بيعنيكم و أتمنى حلقة النهاردة تكونوا استفدتم منها حتى لو بحاجة قليلة و شكرا جزيلا